موسيقى لدينا أسباب متينة لتواصل مؤسساتنا لاستثمار بالجزائر وأن تخلق مناصب عمل لفائدة البلدين بهذه العبارة دعا مريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية رجال الأعمال الإسبان إلى الاستثمار بالجزائر مشيراً إلى تنوع مجالات الشراكة بين البلدين التي تعززت بتوقيع خمس اتفاقيات إسبانيا زبون مهم للجزائر والجزائر مموّن مهم للغاز بالنسبة لإسبانيا لكن علاقاتنا الاقتصادية لا تتوقف هنا هناك أكثر من 250 شركة إسبانيا بالجزائر وإسبانيا ثالث زبون للجزائر كما أنها خامس مموّن للجزائر ونسعى لتطوير العلاقات بين البلدين الوزير الأول أحمد أويحيا أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين وأن الوضع الاقتصادي والمالي راهن للجزائر ضرفي وأن إجراءات الحكومة في تقليص رخص الاستراد لا تؤثر على جودة العلاقات الثنائية انتفاقية الشراكة الجزائرية الإسبانية فيها بند يأتي أو يعطي حق لكلا الطرفين باتخاذ إجراءات استثنائية في حالات قاهرة وأعتقد أن انخفاض ميزانية الدفعات وميزانية تجارية للجزائر وصل إلى حد جد موضوع اهتمام كبير للسلطات الجزائرية ثانيا الإجراءات لاخداتها الحكومة الجزائرية هي إجراءات ضرفية وليس إجراءات دائمة هو سابع لقاء رفيع المستوى بين الجزائر ومدريد لتوسيع المشاورات السياسية حول الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا ملف الهجرة غير الشرعية نعيش نحن الجزائريين والأصدقان الإسبانيين أوضاع لما يسمى بالهجرة غير الشرعية لنا بعض أبناء وطننا في إسبانيا في هذا الإطار وبطبيعة الحال تصرف خارج القانون والسلطات الإسبانية تأخذ إجراءات نحن في هذا المجال كحكومة جزائرية اخذنا التدابير بالتعاون مع السلطات الإسبانية لعودة الجزائريين لنا اتفاقية لإعادة قبول الأشخاص التي تثبت جنسيتهم الجزائرية والأمر ماشي جيدا علاقة ثنائية وصفها الوزير الأول أحمد أويحيا بالمثالية بعد إبرام أكثر من خمسين اتفاقا شامل عديد القطاعات ليفتح اليوم الباب واسعا أمام المستثمرين الإسبان للمضي قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين